فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله عليكم قال في ذنب القسمين المختلفين أيضا وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وصف اختلاف اليهود بقوله فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون نعم الله جل وعلا وصف اختلاف اليهود الله وصف اختلاف النصارى اختلاف النصارى فيما بينهم فقال سبحانه وتعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فالله جل وعلا توعدهم لأن المفروض أن لا يختلفوا وأن لا يتفرقوا وأن يتبعوا الأنبياء ويتركوا الخلاف والفرقة فيما بينهم لأن الدافع لهذا الافتراق ليس هو البحث عن الحق وإنما هو اتباع الأهواء والرغبات فالله ذم على هذا وتوعد عليه من أقرب العقوبات وأشدها أن الله أغرى بعضهم ببعض بالعداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة لا ينتهي هذا ليس في يوم أو في شهر أو في سنة وإنما يستمر ما استمر هذا الاختلاف وهذا التنازع الذي ليس له أساس إلا الهواء واتباع الرغبات فهذا لا ينتهي إلا بالتوبة إلى الله ولكن صاحب الهواء قل أن يتوب وقل أن يرجع إلى الصواب لأنه لم يترك الحق عن جهل حتى يرجع إليه إذا تبين وإنما الحق متبين له من الأول لكنه لا يريده وإنما يريد اتباع هواه فلذلك لا يرجع إلى الصواب ولذلك يستمر الخلاف بين النصارى إلى يوم القيامة ولا يزال الآن الواقع الآن يشهد لهذا النصارى الآن مختلفون الأرثوذكس والكاثوليك والبروستانت مختلفون ومتناحرون فيما بينهم مع أن المفروض أن لا يختلفوا أن يجتمعوا على كتابهم وفي النهاية أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل والذي أمر باتباعه والدخول في دينه لكنهم اتبعوا أهواءهم فالله جل وعلا ذم النصارى على هذا وذم اليهود فقال وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله قالت اليهود ويد الله مغلولة وصفوا الله بالبخل وصفوا الله بالبخل قال جل وعلا غلت أيديهم فالله ألقى عليهم هذه الصفة وهي البخل فلا يكون من اليهود إلا من هو من أبخل الناس وما يكون من اليهود إلا وهو من أطمع الناس وأجشع الناس فهم يأخذون ولا يعطون والآن هذا مشاهد في اقتصادياتهم وفي تجاراتهم أنهم يأخذون انتصون أموال الناس ولكن لا ينفقون في وجوه الخير أو وجوه البر أو الإحسان النصارى أكثر منهم تسامحا وأجود منهم في الإنفاق على ما فيهم من الضلال والكفر لكن اليهود هم أبخل الناس لأنهم لما وصفوا الله بالبخل الله ألقى هذا عليهم وعاقبهم به فغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه جل وعلا مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة هذا الشاهد وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله سالله إليكم قال رحمه الله وهذا نتيجة الاختلاف هذا نتيجة اختلافهم في دينهم واختلافهم على الأنبياء يعني مخالفتهم للأنبياء هذه نتيجة فعلهم نعم ولذلك نهان الله عن التشبه بهم في الاختلاف وقال في الآية الثالثة فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزن فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا الله جل وعلا يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم يعني اختلفوا ما أخذوا بوصية الله سبحانه وتعالى وكانوا أمة واحدة يعبدون ربا واحدا واحدا خالفوا ذلك فتقطعوا أمرهم بينهم يعني اختلوا زبرا كل عنده مؤلفات وكتابات يذم الآخر ويمدح نفسه وأنه على الحق وغيره على الباطل وهذا من تمام الفتنة إن أهل الاختلاف يبتلون بالجدال العقيم حتى يخيل إلى كل منهم أنه هو الذي على الحق والآخر على الباطل كل حزب بما لديهم فريحون وهذا من تمام الابتلاو والامتحان لأن الإنسان لم يكن على لم يكن على ثقة مما هو عليه قد يرجع للصواب لكن إذا كان على ثقة مما هو عليه إلى حد الفرح به إلى حد الفرح به أنه على الحق وغيره على الباطل مع أنه أصلا ليس على حق وإنما هو شيء هو الذي أحدث تقطعوا أمرهم بينهم زبرا هم اللي أحدثوا هذا يعني بدل القرآن وبدل الكتب المنزلة جعلوا كتبا من عندهم جعلوا كتبا من عندهم يتمسكون بها فلذلك فرحوا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون